موسيقى تعبير عن الهجرة الغير شرعية تعتبر الهجرة السرية أو الغير الشرعية هي أحد المشاكل العصرية التي تواجه تحدي كبير بين الدول فالهجرة تمثل كابوسا جديدا العديد من الدول نظرا للسلبيات التي تحملها في طياتها الهجرة بشكل عام هي الانتقال من مكان إلى آخر سواء كانت الهجرة داخلية أي من مكان إلى مكان ولكن داخل البلاد أما الهجرة الخارجية فهي الانتقال من مكان إلى آخر ولكن خارج البلاد الهجرة الخارجية أو الشرعية تحتاج إلى بعض الأوراق والمستندات من أجل خروج من بلدك ودخول إلى بلد آخر مثل التأشيرة جواز الصفر وغيرها من الأوراق ولكن يتجه بعض الأشخاص إلى وسائل الهجرة الغير الشرعية لعدم وجود أوراق سليم الصفر ولذلك الأمر نسمع عن غارق العديد من المراكب المحملة بالعديد من الأفراد والأسر في المياه البحر والمحيطات حيث يستخدم الأشخاص القوارب والسفن الصغيرة كوسيلة انتقال غير شرعية كما أن أصحاب هذه القوارب يستغلون الناس من أجل الحصول على الأموال ثم إلقائهم في منطقة قريبة من الحدود كي يواصلوا عملية الهجرة عن طريق السباحة في المياه وبعد انتشار ظاهرة الهجرة السرية وفرت بعض الحكومات فرص عمل من أجل الشباب في جميع نواحي الهجرة بالإضافة إلى العمل على توعية الشباب بأهمية العمل في بلده وعدم التفكير في الهجرة الغير الشرعية ترجمة نانسي قنقر